اشتركوا في القناة اللغاوة يعني منشط جنسي بصراحة العبارة كده بيروح يشتري الفنكوش ويأكل لجواه طيب الصحة حذرت وقالت يا أخوانا ده مواد شديدة الخطورة غير مصرح بتداولها أو تناولها على هذه الصورة من معرض الواطنين بجميع فئتهم وأعمارهم لخطر مباشر على حياتهم في حالة تناول ما هذا المنت يبقى إذن أنت حضرتك عندك ضعف جنسي وروح تشتريت الفنكوش وبجنهه نص الواحدة دي لما تشتري الواحدة دي بجنهه نص بتجيب لحضرتك أمراض حتكلفك آلاف بعد كده وانت مش هتقدر أنت حضرتك عندك ضعف جنسي عندك ضعف جنسي ماشي يبقى عندك مرض واحد اسمه ضعف ما تروحش تجيب لحضرتك تاني فشل كلاوي وتجيب لحضرتك ألامه براحة في العظام ونجيبش حضرتك حاجات تؤدي لسرطان ليه؟ لأن الخشب اللي قدامي دي مصيبة وكرسة لأنه بتطبع على اللي نصيبها يا فندي يعني دي بتطبع على اللي نصيبها وفي حاجات منها للسيدات بنتحط على القهوة ونتحط على الشاي ليه؟ وإحنا وقفين والله العظيمة بهزر الشباب زي الفل عرّي الأستاذ عدد الإمام ناس زي الفل يقول له ايه؟ والنبي الفانكوش مش عارف ايه؟ قل له حاضر علبتين والنبي أكد انه بيطب اتنين قهوة بيجيب له اتنين قهوة طيب هروح لأول للدكتور أحمد كامل المتحدث باسم وزارة الصحة أنا معي ألواع رهيبة بس هسأل للدكتور أحمد كامل هل هو فانكوش بس ولا على كل الأدوية اللي موجودة يقول لنا الوضع اللي كلها منخشطات جنسية للأسف اللي موجوده قدامي ده أنا اشتريت 16 نوع بس قدرت عليهم ب300 جنيه عنده الراجل 250 نوع فأنا اشتريت 16 نوع اللي هم الأكثر رواجا الأكثر مبيعا شريف شريف ساعد جايب الكاميرا عليهم دول 16 نوع الأكثر مبيعا اللي الناس رغبة فيهم أعرفش بقى كل واحد وشطرته الدكتور أحمد كامل المتحدث باسم وزارة الصحة هلن بيك دكتور هلن وسهلا بس أخير يا فاندي الله يخليك يا فاندي أنا بس هرجع لموضوع الفانكوش ده أنتوا حضراتكم قلتوا على الفانكوش بس طيب بقية الأدوية اللي موجودة في السوق يا فاندي اللي في الصيدليات واللي بتطبعها الرصيف محتاجين حد يعمل لنا حملة يعني أنا قدامي قدامي حاجات كريمات وسبري وحاجات اتحطها على القهوة ولا بلاش دي الحسن أغلفة يعلم بها ربنا طيب بعدين الحاجات دي يا فاندي نعمل فيها إيه نعمل فيها إيه بقى بقية الحاجات دي هل البيان اللي طلع والبان والبان ده حريمة على فكرة إيه الحاجات الحريمة اللي طلع دي وفيه عادي حاجة من جواه يا فاندي ما علشي أنا آسف يا دكتور ما علشي بس آدي قلب ده شوكالاتة قلب بيكلها بتاكلها السيدة الله ده حنا بقينها عقول غريبة جدا دي للسيدات بس مش للرجال والمصيبة إن الراجل بيقول لي لا يا فاندم ده بيجي اشتريها رجالة والله يا فاندم ده بتتبعني الستهات قال لي والله لا عايزين بيشتريها رجالة الله طيب ولي دخل ده ده وقل لي وقل لي فيه ناس كده بتبقى جامعة الوسع عايز يشتريها أي حاجة خلاص طيب وبعدين ولا أنواع دي كلها اللي سبريه ده اللي عليه أسطى اللغة تجامد يعني معلش تاني حضرتك عندك مرض واحد ضعف جنسي ليه حضرتك تجيب لي نفسك أمراض تاني هو ده السؤال ليه حضرتك روح لدكتور روح لدكتور كل لما بيحصل عندنا أي حاجة شو هتتعب في اللوز شو هتتعب في الدماغ شو هتتعب في الرجل شو هتتعب في الارض وقوم بينها الحاجات الجنسية دي اللي عنه مرض مايروح يعالج نفسه أفضل مليون مرة حضرتك هتاخد الدواء ده هيبقى شديد الخطورة عليك والله هيكلفك كتير وهيتعب صحتك وهتتبهد فيه بعد كده طيب ليه يبقى نتعالج من مرض واحد ولا نتعالج من عشر أمراض بعد كده ليه كده حضرتك فيه أي مشكلة الدكتور قالك خد ماانا دكتور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر